السلام عليكم ورحمة الله في هذه المحاضرة القصيرة سوف نتعلم كيفية استخراج الدرجات المعيارية Z-Score للمتغيرات في برمجية SPSS فلنبدأ بالتعريف بالدرجات المعيارية الدرجات المعيارية هي إحدى الأدوات الإحصائية التي تستخدم لقياس موقع قيمة معينة ضمن مجموعة بيانات عن طريق مقارنتها بمتوسط هذه المجموعة إذ تحول القيم الأصلية إلى درجات معيارية بناء على المتوسط الحسابي والانحراف المعياري بحيث يتم الحصول على نفس المتغير ولكن بمقياس آخر يكون متوسطه الحسابي بقيمة صفر وانحرافه المعياري بقيمة واحد ويتم ذلك رياضيا عن طريق المعادلة الآتية تظهر نتيجة المعادلة بعد القيمة الأصلية عن المتوسط بوحدات الانحراف المعياري فعلى سبيل المثال إن درجة معيارية بقيمة موجب 2 تعني أن القيمة أعلى من المتوسط بمرتين من الانحراف المعياري وللدرجات المعيارية فوائد كثيرة أهمها أولا التوحيد بين المقاييس المختلفة إذ تحول البيانات من مقاييس مختلفة إلى بقياس موحد مما يسهد عملية المقارنة بين المتغيرات ثانيا الكشف عن القيم الشاذة إذ يمكن بسهولة تحديد القيم التي تنحرف كثيرا عن المتوسط مما يساعد في فهم الأنماط غير العادية ثالثا تحليل التوزيع الطبيعي فالدرجات المعيارية تجعل من السهل مقارنة القيم بتوزيع طبيعي وهو أساسي لفهم احتمالات وقوع القيم المختلفة وأخيرا الاستعداد لاختبارات الإحصائية إذ تستخدم في العديد من الاختبارات الإحصائية مثل تحليل الحدار وتحليل التباين إذ تكون القيم المعيارية مفيدة لتبسيط تلك الحسابات ومن الأمثلة على استخدام الدرجات المعيارية في الجغرافيا إذ تستخدم في تحليل عناصر المناخ بتقييم القيم المناخية مثل درجات الحرارة أو هطول الأمطار إذ يمكن تحديد الفترات أو المناطق التي تختلف عن النمط العام أيضا يمكن استخدام الدرجات المعيارية في الدراسات السكانية إذ تساعد في تحليل الكثافة السكانية النمو السكاني والهجرة بين المناطق المختلفة باستخدام معايير موحدة أيضا الكشف عن الأنماط الشاذة إذ تساعد الدرجات المعيارية في تحديد المناطق ذات القيم الشاذة سواء كانت مناطق ذات نشاط زلزالي مرتفع أو مناطق ذات كثافة سكانية غير متوقعة وأخيرا يمكن دمج الدرجات المعيالية مع نظم المعلومات الجغرافية أي تستخدم الدرجات المعيالية هنا كمدخلات تحليلية في تلك النظم لتحديد الاتجاهات المكانية للظاهرة ننتقل الآن إلى برمجية SBWS للتطبيق العملي لاستخراج الدرجات المعيالية سوف نستدعي هنا متغير لإنتاج القمح بالطن على أساس مجموعة من المقاطعات الزراعية من قائمة File, Import Data, Excel ومن ثم الملف إنتاج القمح وOpen ثم OK هذا هو المتغير الخاص بإنتاج القمح على أساس مجموعة من المقاطعات الزراعية سوف أعمل هنا على استخراج الدرجات المعيالية لمتغير إنتاج القمح وفقا للخطوات الآتية من قائمة Analyze ومن ثم أختار Descriptive Statistics ثم أختار Descriptives أحول إنتاج القمح من الخانة اليسرى إلى خانة Variables ولا أنسى بالنقر Checkpoint على الأمر Save Standardized Value as Variables معناها أخزن القيم المعيارية كمتغير هذا الأمر هو الذي سوف يستخرج الدرجات المعيارية لإنتاج القمح أذهب إلى الزر Options وأختار على سبيل المثال المتوسط الحسابي والانحراف المعيالي لإنتاج القمح ثم أنقر على الزر Continue وأخيراً أنقر على الزر OK سوف يظهر لي الإحصاعات الوصفية الخاصة بإنتاج القمح لدي هنا مئة وحدة مكانية أي مئة مقاطعة زراعية أو مئة مشاهدة ونشوف المتوسط الحسابي لإنتاج القمح هو 489.15 والإحراف المعيالي 90.79 ممكن أسوي Manimize وأرجع إلى جدول بيانات الوصفية في برمجية SPSS سوف أرى أن تم إضافة حقل تحت عنوان Z إنتاج القمح هذا المتغير هو الدرجات المعيالية لإنتاج القمح طبعاً الدرجات المعيالية هنا منها سالبة ومنها موجبة وهذا المتغير عند فحص الإحصاعات الوصفية له سوف نرى أن المتوسط الحسابي للدرجات المعيالية سوف تكون صفر والحراف المعيالي سوف يكون واحد ولإضاح ذلك أذهب إلى قائمة Analyze مرة أخرى وأختار Descriptive Statistics ثم Descriptives أحول الزيت سكور الخاص بإنتاج القمح الذي تم استخراجه في القطوة السابقة هنا الآن أزيل Checkpoint من الأمر Save Standardized Value as Available أنقر على الزر Options أختار على سبيل المثال Variance التباين Range المدى وأيضاً الكورتوسيس التفرطح والسكيونس هو الالتواء ومن ثم أنقر على الزر Continue وأيضاً أنقر على الزر OK رح أشوف هنا الإحصاءات الوصفية للمتغير الأصلي المعني بإنتاج القمح والدرجات المعيالية لإنتاج القمح رح أشوف هناك اختلاف في المتوسط الحسابي بين إنتاج القمح والدرجات المعيالية لإنتاج القمح فالمتوسط الحسابي للمتغير الأصلي هو 489.15 في حين أن المتغير الخاص بالدرجات المعيالية هو قيمته 0 أيضاً لإنتاج القمح قيمته 90.79 في حين انحراف المعيالي للدرجات المعيالية هي قيمتها 1 ولكن على الرغم من استخراج الدرجات المعيالية للمتغير الأصلي إن حافظت على نفس خصائص البيانات من حيث الالتواء فتشوف الالتواء هنا به السالب قليلاً أي أن التوزيع التكراري يميل نحو اليمين وأيضاً الكورتوسيس اللي هو التفرطح بنفس القيمة إذن عملية استخراج الدرجات المعيالية لأي متغير هو فقط عملية تقييس بحيث يكون المتوسط الحسابي قيمته 0 وانحراف المعيالي قيمته 1 مع الحفاظ على الخصائص العامة للمتغير الأصلي وللمزيد من الإضاح أذهب إلى قائمة Graphs ثم أختار Agency Dialogues وأختار Histogram أريد أنشئ Histogramات وأقارن بيناتها ما بين إنتاج القمح وما بين الدرجات المعيالية لإنتاج القمح أحول إنتاج القمح هنا وأنقر Checkpoint على Discipline Normal Curve ومن ثم OK راح أشوف تقريباً التوزيع الطبيعي الخاص بمتغير إنتاج القمح القيم الدنيا والقيم العليا ذات تكرارات واطئة في حين أن القيم الوسطى ذات تكرارات عالية أيضاً أذهب إلى قائمة Graphs وLegency Dialog والHistogram أرجع إنتاج القمح وأضيف Z-score لإنتاج القمح من ثم OK راح أشوف Z-score أو الدرجات المعيارية لإنتاج القمح محافظة على نفس التوزيع التكراري ولكن هناك اختلاف في مقاييس البيانات راح أشوف كلا التوزيعين التكرارين متماثلين تقريباً ليش متماثلين؟ لأن السكيونس نفس القيمة وكذلك الكورتوسس نفس القيمة يعني الالتواء والتفرطح نفس القيمة فقط الاختلاف هو بمقياس البيانات مقياس البيانات بإنتاج القمح هو بالطن في حين أن مقياس البيانات للدرجات المعيارية تأخذ سالبة من جهة اليسار وموجبة من جهة اليمين والمتوسط الحسابي ذات قيمة تساوي صفر في حين أن الانحراف المعياري ذات قيمة تساوي واحد هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر